اللي بدأنا المرة الماضية اللي حكينا اللي هو الـ Recipient of Care أو الـ Client بالعموم أو الـ Types of Client قلنا Individual Family and Community Health وللعموم يعني احنا المساقات عنا مرتبة بالطريقة هاي مرتبة بطريقة انو احنا how to provide أو how to take care of the individuals how to take care of the families and how to take care of the community يعني احنا عنا فيه مساق خاص اسمه pediatric nursing أو pediatric nursing care أو child health nursing كويس فيما يتعلق بالاطفال وفي عندي maternal health nursing اللي هو بشكل رئيسي اللي هو المحور الاساسي لـ Family Health Care تمام وعندنا مساقات اللي هو adult one أو اللي هو medical surgical كويس والأدلت two اللي هو متركز بشكل رئيسي على الـ individual وعندنا مساق آخر اللي بتطلع على الكوريكيولم أو بتطلع على خطة المساق أو عفوا خطة التمليض بالعموم في عندي اشي اسمه community health nursing طبعا هاي المساقات مكونة من جزئين اللي هو الثيوري والكلينيكل أو اللي هو النظري والعملي تمام؟ المرة الماضي توقفنا عند اللي هي الـ hierarchy of needs كويس وحكينا عن اللي هو الماسلوس hierarchy of needs كما شفته قبل شوي قلنا إنه في عندي basic human needs أو basic physiological needs اللي هم يتعلقوا في الـ nutrition يتعلقوا في الـ drinking يتعلقوا في الـ shelter يتعلقوا في الـ sex كويس وبعدين قلنا إنه تنطلق الحاجات هاي وتتوسع بتصير أكبر بصير في عندي حاجات للـ safety والـ security كويس طبعا إحنا كل ما انطلقنا بهرم ماسلو بتصير الحاجات نوعا ما خلينا نقول يعني الحاجات الأساسية بتكون في قاع الهرم ثم بعد ذلك بتصير أقل أهمية نوعا ما لكنها يعني أحيانا بعض الحاجات تقدم على الحاجات الأساسية كويس وخصوصا فيما يتعلق بالـ safety كويس بالعموم إحنا دائما منقول حتى لما بديجوا إن شاء الله لقدام شوي ونحكي عن هو الـ nursing process بآخر المحاضرة ونحكي عن إشي اسمه بآخر محاضرة عفوا يعني بآخر المادة كويس نحكي عن إشي اسمه prioritization أو اللي هو الأولويات فيما يتعلق بالpatient care ودائما منقول إنه patient safety is a priority يعني بمعنى إنه العناية أو خلينا نحكي حماية المريض وأمن المريض كويس وأمان المريض هو priority كويس بالإضافة طبعا الـ basic physiological needs بعدها قلنا في عندي اللي هو love and belonging اللي هو فيما يتعلق بالـ intimacy كويس أو اللي هو الشعور بالحميمية أو الشعور بالانتماء لمجموعة معينة بعد ذلك اللي هو self-esteem وآخر شيء اللي هو self-actualization وزي ما شفته هنا كان في عندي مجموعة من المتطلبات لا self-actualization وهي متطلبات كثيرة وتحتاج إلى وقت كبير كويس وقلنا إنه مش كل الناس تصل للمرحلة هاي من تحقيق الذب الآن كالش hierarchy of needs لا يختلف كثيرا عن master hierarchy of needs هو كالش هذا تبنت اللي هو إيش تبنت master hierarchy of needs لكنها أضافت another level يعني بدل ما يكون هو five levels صار إيش صار six level المستوى السادس هذا بيرجع إلى إيش أو refers to stimulation اللي هو التحفيز أو التحفز كويس أو stimulation needs اللي هي الحاجات التحفيزية which comes between physiologic and safety needs يعني هي عبارة عن mix ما بين الحاجات الأساسية الفيسيولوجية أو البيولوجية وما بين الحاجات اللي حكينا عنها قبل شويفين ما يتعلق في safety تمام؟ stimulation needs اولي الحاجات التحفيزية include activity اللي هو النشاطات اللي بيمارسها الشخص exploration يعني يعني كيف ال activity يعني إلها علاقة ما بين physiologic needs وما بين safety needs يعني لو جينا بس شفنا activity لحالها قلنا إنه ممارسة النشاط مثلا أي نوع من أنواع النشاطات الرياضية بيساعد مثلا على خلينا نقول على حرق الدهون بيساعد على المحافظة على اللياقة البدنية بيساعد على المحافظة على الصحة بشكل عام فهو basic physiological need من ناحية ومن ناحية أخرى المحافظة على safety مهمة يعني أنا إذا مثلا إذا بدأ مارس أي رياضة معينة لازم أحتم بال safety يعني اللي مثلا اللي عمره مثلا راح على الجيم مثلا وركض على التريدميل مثلا مثلا المدرب مثلا أو خلينا نحكي ممكن يكون من ضمن ال instructions أنه في عندك target heart rate وويس لازم توصله تمام ومش لازم إيش مش لازم تتعدى يعني مثلا مثلا بيقول لك المدرب أنه لازم يصل للheart rate عندك ل180 بعد 180 لازم تعمل إيش slow down لأنه إذا ظلوا الواحد وارتفع الheart rate عنده كثير ممكن يصير في عنده cardiac arrhythmية أو اللي هو اضطراب بنبضات القلب وبعدين ممكن يصير في عنده cardiac arrist وويس مثلا اللي بدو مارس مثلا رياضة اللي هو الركوب على الدراجة الهوائية لازم يلبس اللي هي الأشياء المتعلقة بالوقاية الشخصية تمام اللي هو مثلا الهلمت أو أحيانا ممكن يلبس إذا كان طفل صغير مثلا ممكن يلبس knee protectors أو اللي هي تحمي النيت فالمقصود فيها إنه إنه في عندي إيش في عندي دمج ما بين اللي هو الحاجات خلينا نحكي الفيسيولوجية وحاجات إيش وحاجات اللي هو المتعلقة بالسافتي تمام؟ في عندي كذلك الـ exploration أو الـ manipulation and novelty to achieve optimal growth and development especially 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 زي ما قلنا قبل شوي إيش for children فمهم كثير عندي إنه أنا أركز على اللي هي الحاجات التحفيزية طبعا هذا بيشمل أشياء كثيرة يعني مش بس والله زي ما قلنا اللي هو فيما يتعلق في physical activity وإنما كذلك ممكن يشمل أشياء كثيرة فيما يتعلق ب الـ other needs فيما يتعلق بالـ intellectual needs والـ psychosocial needs أعطوني بس ثاني وحدة يا سبرجعب شكرا 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 أفونا المقاطعة هذولا اللي هم الكاليش نيدز كويس أو الكاليش حيراركي قلنا عنا الباسيك في سيولوجيكال نيد الستيميوليشن اللي هي ميكششر ما بين اللي هو الباسيك في سيولوجيكال نيدز وما بين إيش اللي هو السيفتي نيدز كذلك في عندي السيفتي والسيكوريتي اللغ بل بيلمجيك حكينا عنها السيف استيم والسيف أكتوليزيشن الآن هذا كلياته كان في معرض حديثنا عن الانديفيجي والهيلث الآن نحكي عن الفاميلي هيلث لازم نعرف أنه الفاميلي أو الأسرة is the basic unit of the society يعني هي الوحدة الأساسية اللي بيتكون منها أي مجتمع من المجتمعات سواء كان والله هذا المجتمع شرقي أو كان مجتمع غربي سواء كان بمجتمع خلينا نحكي بدولة المتقدمة حضاريا أو في دول العالم الثالث الفاميلي جزء أساسي جزء لا يتجزأ خلينا نحكي من المجتمع والمجتمع أصلا كله ياته بشكل عام مبني من مجموعة من الأسر لكن الصحيح أنه الأسر قد تختلف قد يختلف تكوين الأسرة ولا رح نشوف أنواع الأسر المختلفة طبعاً زي ما أنتم عارفين أنه إحنا في عندنا نوع معين من الترابط الأسري ببلادنا وكذلك يعني في نوع من الخصوصية لا العلاقات الأسرية في أي بلد من البلدان هلأ اللي بهمنا يعني إحنا من ناحية الصحة من ناحية الهيلث كير ومن ناحية النيرسينج براكتس إنه نعرف كيف تكوين العائلة في أي بلد من البلدان ليش؟ لأنه إحنا مهم جداً كويس نعرف مين اللي بيحاجر لعناية من أفراد هاي العائلة كويس؟ وكذلك أفراد العائلة الآخرين لازم يكونوا بالكير للبيشنت هات يعني بمعنى لو أجيت أنا مثلاً ضربت لكم مثال بسيط قلنا والله عائلة مكونة من زوجه وزوج وأولاد وأصيب الزوج مثلاً بمرض سكري كويس مرض كرونيك تمام؟ يعني مرض مزمن وهذا المريض بحاجة إلى عناية لفترة طويلة وبحاجة لأنه حدا يساعده مثلاً في المجيء للعيادة وبحاجة لأنه حدا يساعده بالالتزام بنوع معين من الحمية الغذائية وبنده حدا يساعده في الالتزام بالحمية الرياضية أو خلينا نحكي مارسة النشاط الرياضي فبهمني أعرف مثلاً إنه شو دور الزوجة كويس أو كيف أوظف الزوجة أو الأولاد كويس أو الشخص اللي هو بيعتني فيه بشكل مباشر لهالمريض هذا حتى أحاول إيش أحسن من صحته للشخصات فبهم العناية بالفاميلي كذلك بتعرفوا لما بنقول مثلاً أطفال كويس وقالوا شوي ضربنا مثال وقلنا أنه والله في عندي شيء اسمه Child Health Care ومتالنا Health Care كويس لما يكون في عندي أطفال دائماً 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 لازم يكون في عندي Parent كويس في عندي أب أو أم أو At least اللي هو الشخص الأساسي اللي بيقدم الرعاية للطفل هذا فأنا طفل حتى يعني على مستوى مثلاً بده يجي يعمل عملية مثلاً طفل يجي يعمل مثلاً Tonslectomy أو اللي هي إزالة اللوز كويس أو اللي هي الغدد اللينفاوية تمام؟ فبدي أخذ أنا Consent رح نحكي عنه إن شاء الله ما نحكي عن Legal Issue أو اللي هو الموافقة القانونية خلينا نحكي أو التفويض القانوني حتى أقدر أنا أعمل عملية أنا ما رح أقدر أخذها من الطفل مهم جداً أعرف مين من الفاميلي كويس سواء كان أم أو أب أو خال أو عم المسؤول عن الطفل هذا كويس بحيث إيش إنه يعطيني الـ Infant Consent فالفاميلي structure مهم جداً كذلك الفاميلي roles أو اللي هي أدوار كل واحد في الأسرة أو في الفاميلي مهم حتى أنا أقدر أقدم الرعاية الصحية الملائمة للأسرة هاي ألا بهمنا كذلك نعرف إنه الفاميلي سنترد نيرسينج أو اللي هو الخدمات التمريضية المقدمة للأسر تركز على أولاً the interest in the health of the family as a unit كويس وقلنا إنه قبل شوي يعني وذكرناها ومنذكرها ومنعيدها دايماً منقول إنه health is not only the physical health في عندي physical social spiritual psychological and environmental health تمام فأنا بهالمرحلة هاي ما محتم بشخص لحاله لكن محتم بكل الجوانب هاي فيما يخص إيش فيما يخص العائلة ككل ثانياً consider the impact of family on health values and productivity of the individual family members يعني هلا كل عائلة من العائلات بتأثر قيام العائلة هاي على صحة الأشخاص كويس وكذلك بتأثر على إنتاجيتهم كأفراد في هالأسرة هاي يعني مثلاً لو إجينا على أسرة على سبيل المثال والأب فيها مدخن كويس هذا بيأثر سلباً على صحة الأطفال نحن هلا بالتدخين في عندي لهم الفيرست هاند سموكرز اللي هو بدخن بشكل مباشر وفي عندي السكند هاند سموكرز كويس يعني إذا كان هذا الأب تمام بدخن داخل البيت كويس فالأولاد والزوجة راح يكونوا سكند هاند سموكر مدخنين ثانويين راح يتعرضوا للتدخين بشكل ثانوي والتدخين بشكل ثانوي مخاطره لا تقل لا تقل خطورة عن اللي هو التدخين الأساسي أو اللي هو الفيرست هاند سموكين تمام فهي واحدة من الأشياء إذا كان مثلاً الأب على سبيل المثال بيشجع الأولاد أو الأم بيشجع الأولاد على الاستخدام مثلاً فرشاة الأسنان هذا واحدة من الأشياء التي ممكن ترفع من السوية الصحية للأسرة فالأسرة بتأثر إما بشكل سلبي وإما بشكل إيجابي على الصحة العامة من المشاكل الرئيسية والتي تواجهنا كذلك اللي هي الصحة النفسية للأطفال تمام؟ يعني لما بيكون في أسرة من الأسر فيها نوع خلينا نحكي من الأبيوز الأبيوز اللي هو العنف خلينا نسميه تمام؟ أو الاستغلال طبعاً سواء كان هذا العنف أو الاستغلال جسدي أو كان عنف لفظي أو حتى أحياناً ممكن يكون عنف جنسي كويس بيأثر على خلينا نحكي السوية النفسية لأفراد الأسرة كاملاً وخصوصاً الأطفال على معظم المشاكل تمام؟ أو خلينا نحكي معظم المشاكل السلوكية ومعظم المشاكل النفسية اللي بتصير في مرحلة ما بعد البلوغ بيكون سببها أو أحد أسبابها الرئيسية اللي هو الـ Child Abuse وكثير يمكن تسمعوا بقصص على مستوى الأخبار العالمية أو حتى على مستوى الأخبار المحلية في بلداننا أنه والله التكب الجريم الفلانية كان له والله تاريخ كويس فيما يتعلق بـ Family Health Abuse أو خلينا نحكي Family Abuse تمام؟ أو اللي هو الـ Verbal Abuse أو Physical Abuse يعني كان فيه قبل فترة يمكن سمعتوا عنه في واحد من الولايات الأمريكية في مدينة اسمها بولدر بولاية كولارادو كان فيه شخص أقدم على قتل عشر أشخاص بما فيهم شرطي فالكعن من ضمن الـ History اللي هو تعرض الشخص هذا أثناء طفولته للعنف الجسدي تمام؟ فهذه الفكرة من اللي هي قضية تأثير العائلة على الصحة النفسية وكذلك حتى على السلوك والصحة الجسدية وخلينا نحكي المعنى الروحي يعني خلينا نحكي كذلك على الـ Religiousity أو اللي هي التدين تمام؟ عارفين أنه والله العائلات اللي فيها تدين بينشعوا أطفال متدينين والعائلات غير المتدينة كويس بينشعوا أطفال غير المتدينين طبعاً إحنا الـ Religious بشكل عام أو الدين بشكل عام هو اختيار شخصي لأي شخص من الأشخاص مش هذا اللي بنحكي فيه لكن بنحكي أنه التدين بأثر على القيم العائلية يعني هلأ الديانات كليات عسابي المثال فيما يتعلق بالصحة إلها نظرة معينة في الصحة كويس يعني حتى على مستوى إذا بدنا نقول والله استخدام أو تنظيم الأسرة كويس أو الـ Family Planning أو الاستخدام وسائل تنظيم الأسرة كل دين من الديانات كويس بيركز أو بيهتم بهالموضوع هذا يعني حتى على مستوى مثلاً نقول مثلاً الكاثليكس أو اللي هم المسيحيين الكاثوليكيين الكنيسة الباباوية بتحرم استخدام مثلاً وسائل تنظيم الأسرة بالإسلام ما في عنا مشكلة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة فالفكرة أنه فيه اختلافات أو الاختلاف بالتدين بيؤدي كذلك إلى التأثير على الصحة العائلية العائلية خلينا نقول وكذلك على صحة الأفراد طبعاً وهؤلاء الفنكشنز بيأثروا كذلك على إيش؟ بيأثروا على الصحة العامة اللي هو بمعنى أنه الفكرة أنه أحياناً قد يكون عندي أطفال ينشأوا وصير في عندهم مال نيوترشن أو اللي هو سوء تغذي أو أحياناً ممكن يصير في عندهم أوبيزيتي أوبيزيتي هي شكل من أشكال سوء التغذي اللي هي البدانة يعني لا نعتقد أنه والله أنه كثرة الأكل هو صحة بالعكس كثرة الأكل زيادة عن الحاجة هو يعني خلينا نحكي واحدة من الريسك فاكتورز اللي ممكن تؤدي للإصابة بالأمراض المختلفة ومن ضمنها اللي هو الأبيزيتي كذلك الهيرث كير سيربسيس يعني الناس اللي بتكونوا أو الأطفال أو الأسر أفضل اللي بتأمن لعائلاتها التأمين الصحي كويس أو الخدمات الصحية الأساسية كويس بتكون غير يعني مثلاً في ناس ممكن يكونوا بيشتغلوا كويس وعندهم تأمين صحي من شغلهم هذا برفع من السوية الصحية لأفراد الأسرة بينما لو واحد مثلاً بيشتغل في قطاع مثلاً ما في تأمين صحي أو بيشتغل أعمال حرة لحاله كويس ومضطر يشتري تأمين صحي أو كويس ممكن ما يكون عنده القدرة إنه يشتري تأمين صحي لأولاده وبالتالي هذا رح يأثر على الصحة العامة للأسرة ككل صحته هو وصحة أفراد الأسرة كذلك الأسرة أو الفاميلي وضربنا مثال قبل شوي قلنا إنه الجو العام الأسري اللي بتعيشه كل الأسرة كويس إنه خصوصية تختلف عن الأسر الأخرى تمام؟ ودائماً قلنا الأسرة اللي تتمتع بصحة جيدة بيكون في نوع من التفاهم بيكون في نوع من التبادل أو في نوع كما لما نحكي المرة الجاي اللي هو التواصل الفعال أو الـ effective communication ما بين أفراد الأسرة وهذا بالتالي بيأثر على تطور ونمو أفراد الأسرة كذلك فاميليز يونيك فاليوز الـ effective family members وهاي القضية ذكرناها قبل شوي قلنا إنه في عندي مجموعة القيم ومجموعة المعتقدات اللي بتتبناها أي أسرة من الأسر بتأثر على السلوكيات الصحية العامة قلنا كذلك يعني في عندي مثلا في الدين الإسلامي مثلا مجموعة من المحروات فيما يتعلق بالأكل فيما يتعلق بالشرب الشرب يعني ما في حدا بيشتغل بالقطاع الصحي وإن شاء الله رح تعرفوا كمان شويلة قدام ولما تيجي تدرسوا بالميديكال سيرجيكال كويس أولو الـ adult health nursing وتشوفوا إنه الكحول على سبيل المثال هو ريسك فاكتر فيما يتعلق مثلا بالكارديك بروبلمز أو اللي هي أمراض القلب أو ممكن يكون لها بشكل رئيسي علاقة بالليفر بروبلمز أولي هي الأمراض الكبد أو تشمع الكبد تسمعوا كثير مثلا عن الناس اللي بيتناول الكحول بكثرة عرضة للإصابة بتشمع الكبد فبالتالي لما نقول مثلا واحد متدين واحد مسلم عنده قيمة أخلاقية تمام ومعتقد أخلاقي بأنه والله الكحول محرم وبالتالي هو مش رح يتناول الكحول هذا رح يكون له أثر إيجابي على صحته والعكس صحيح إذن هذه الفكرة من تأثير المعتقد العائلي أو القيم العائلية على صحة الأفرع الآن ننتقل إلى الحديث عن أنواع الأسر وطبعا الأسر تختلف باختلاف المجتمع يعني زمان المعظم أسرنا لغاية الآن يعني في عندنا نوع من اللي هو زي ما قلنا قبل سويا العلاقات الأسرية الخاصة والترابط الأسري وحتى مش بس على المستوى الأب والأم والأفراد وإنما كذلك على المستوى الجد والجدة وهذا اللي حنا نسميه اللي هو Extended families أو Intra-generational families اللي مكون فيه عندي الأب والأم وكذلك ممكن يكون The grandparents أو اللي هم الجد والجدة وكذلك اللي هو The uncles وال aunts اللي هو الإخوال والخالات أو الأعمام والعمات من ضمن الأسرة هاي الآن يمكن حتى مجتمعاتنا صارت خلينا نحكي أكثر مكونة من اللي هي The nuclear families أو اللي هي الأسرة النووية اللي بتتكون من الأب والأم والأولاد طبعا بهاي الأسر بالعادة الأم بتأخذ دور The nurturing أو اللي هي The nurturing role أو اللي هي دور التربية دور رعاية الأسرة دور تقديم الخدمات الأساسية للأسرة والأب بيأخذ اللي هو الجانب الاقتصادي ويسأو خلينا نحكي توفير المتطلبات الحياة الأساسية أو الرئيسية لأفراد الأسرة هاي تمام؟ إذن هذا يعني مفهوم بسيط يعني ومنعرفه كل آياتنا هو الفرق ما بين الأسرة الممتدة The extended family وما بين The nuclear family وذلك ما قلنا أنه أغلب أسرنا الآن هي عبارة عن The nuclear families لكن ما زال في عنا والله ما زال في عنا قرى ما زال في عنا بادية مثلاً أو مناطق أخرى أو بعيدة عن المدينة قد يكون فيها The extended family انتشارها أكبر وأوسع من The nuclear family هلا في عندي اشي اسمه Two-career family هلا التو-career family ممكن تكون nuclear family وممكن تكون extended family بس بالعادة بتكون هي nuclear family بس المقصود فيها انه انه بوث بس المقصود فيها يعني الأب بيشتغل والأم بيشتغل والأعفل والأم بيشتغل فهم بحاجة لحد يعتني بالأطفال أثناء غيابهم عن البيت كويس؟ يعني حتى انتو بتعرفوا مثلا خلال الجائحة هاي كانت المشكلة هاي مؤرقة لا العائلات الأردنية وحتى ممكن العائلات العربية والعالم بشكل عام كويس؟ يعني لدرجة انه اضطرت الحكومة الأردنية انه والله تخلي الحضانات او النيرسلز فاتحة المدارس اغلقت وتحول التعليم الى التعليم عن بعد وكذلك الروضات او اللي هي رياض الأطفال تحول فيها التعليم عن بعد لكن مقيت الحضانات ليش؟ لانه من الصحب انه حدا يروحي داوم او الام تروحي داوم او الاب يروحي داوم وعندهم والله طفل رضيع او طفل عمره اقل من ثلاث سنوات فهون المشكلة المشكلة انه صار في عندي سترس عالي نتيجة ايش؟ نتيجة عدم قدرة الأهل او المشاكل المحيطة في اللي خلينا نقول سببتها الجائحة لانهم يلاقوا مكان آمن لاطفالهم فدائما هاي مشكلة يعني ان شاء الله بكرب يعني بتتزوجوا بتكونوا عائلات وبصير في عنكم بتصيروا بتشتغلوا انتوا وازواجكم فبتصير مشكلة مؤرقة للأسرة انه والله نلاقي مكان مناسب ونلاقي مكان ملائم للعناية بالاطفال وخصوصا لما نقول أفورداب أفورداب مش بستعني والله انه انه آمن ولكن كذلك بأسعار معقولة وأسعار مناسبة لدخل الأسرة تمام؟ الآن السنجل بيرانت فاميلي السنجل بيرانت فاميلي اللي هي بيكون فيها بيرانت واحد بيرانت واحد يعني إما أب وإما أيش وإما أم تمام؟ بالعادي ممكن تكون والله المشاكل نتيجة الرحلة كويس نتيجة الاطلاق كويس أو ممكن نتيجة الموت يعني ممكن الموت يغيب أحد أفراد الأسرة فبالتالي هذا بيرفع السرس كويس كذلك بصير في عندي مور فينانشل كونسيرنز بصير في عندي وورك أوفرلود عمل زائب بصير في عندي فتيق إعياء تمام؟ وبصير في عندي أحياناً social isolation لأنه الأم مثلاً اللي ما تزوجها بدأت تعتني بولادها ممكن ما تكون قادرة على أنه تشارك بالمناسبات الاجتماعية وكذلك تشوف صحباتها أو تطلع أو تعمل أي نوع من أنواع النشاطات المختلفة فبالتالي بزيد الاسترس ورح نأخذ إن شاء الله بآخر محاضرة يمكن رح نتناول قضية هاي أو ممكن نتناولها بشكل خلين نحكي من خلال المحاضرات أنه الاسترس أو التوتر والإجهاد النفسي له دور سلبي فيما يتعلق بالصحة بشكل عام طبعاً سواء كانت هاي الصحة النفسية أو الصحة الجسدية الآن في عندي الأدوليسنت فاميلي ويمكن هذا منتشر بعض الأحيان يعني في بعض مجتمعاتنا وفي بعض قرانا وفي بعض الأماكن إنه الأب تمام يكون أدوليسنت أو الأم تكون أدوليسنت يعني تكون مراهقة أو مراهقة يعني ما بلغت الثمنتعاش من العمر كويس تمام هذا المقصود في الأدوليسنت فاميلي كويس طبعاً هذول البيرنت سواء كان أب أو أم بيكونوا إيموشينالي فيزيكالي وفينانشالي بمعنى آخر وأنا دائماً بقولها للطلاب أنه هو ما زال في مرحلة الطفولة هذا الشخص المتزوج وعمره أقل من 18 سنة أو المتزوجة وعمرها أقل من 18 سنة ما زالت ما زالت في مرحلة الطفولة مرحلة الطفولة مرحلة بناء والمرحلة هي مرحلة بناء على المستوى الجسدي ومرحلة بناء على المستوى العاطفي ومرحلة بناء على المستوى النفسي ومرحلة بناء على المستوى الروحي وعلى المستوى الاجتماعي فإحنا كيف بنطلب من هذا الشخص اللي هو ما زال في مرحلة البناء ما زال ما اكتمن بنائه كشخص بالغ انه يأسس أسرة ويبدأ ينقل القيم المختلفة ويبدأ ينقل كذلك خلينا نحكي أو يعتني بالجانب البدني والجانب الروحي والجانب الاجتماعي والنفسي لأطفال فهذا خلينا نحكي بيحمله طاقة فوق طاقته ويحط عليه عدء كبير جدا مما يؤثر سلبا على صحته الآن في عندي اشي اسمه blended family أو step family اللي هي family units who join together بمعنى انه والله انا عندي nuclear family وعندي extended family وهذا كثير منشوفه في بلداننا أولا ممكن يكون في عندي single parent family وفي عندي كذلك nuclear family المقصود فيه اللي هو two types of families are blended together أحيانا ممكن يكون في عندي single adults living alone يمكنك مش كتير منتشر ببلادنا انه كون في عندي شخص واحد عايش لحاله ممكن يكون يعني خلينا نقول هذا الشخص البالغ ممكن يكون ذكر أو أنثى ممكن يكون بيشتغل ممكن يكون بيدرس ممكن يكون متقاعد أو ممكن يكون خلينا نحكي يعني يعني involve كويس بنوع معين من النشاطات الاجتماعية لكن على كل حال يعني loneliness تمام أو اللي هي الوحدة بتأثر سلبا على الصحة العقلية والصحة النفسية للأشخاص فا living alone is not an easy task فاياس living alone is not an easy task ليس لتبه مهمة السهلة هذا فيما يتعلق بإيش زي ما قلنا بالfamily structure زي ما كان في عندي theoretical framework متعلقة بالindividuals قلنا في عندي hierarchy needs أو اللي هي needs theories كذلك في عندي إيش اللي هو theoretical framework that are related أو theoretical framework that is related to the family قلنا theoretical framework مقصود فيها الإطار النظري العام قلنا إنه يمكن ناقشناها القضية فيما سبق قلنا إنه أي نظرية بالدنيا فهي بتحاول تفسير ظاهرة معينة أو بتحاول تفسير مشكلة معينة أو بتلاقي حل لمشكلة معينة أو فهم قضية معينة في المجتمع فtheoretical frameworks فيما يتعلق بالfamily health provide a context or structure to view health and health promotion for families النظريات أو اللي هي الأطر النظرية في المجال العائلي بتحاول تجد نوع من خلينا نحكي الحلول أو تجد نوع من التصورات لفهم اللي هو تعزيز الصحة فيما يتعلق بالأسع طبعاً في عندي two types of theory theory الأولى اسمها system theory والtheory الثانية اسمها structural functional theory بالنسبة للsystem theory من اسمها اللي هي نظرية الأنظمة يعني إذا نسميها بتشوف العائلة على أنها continually interacting with and influenced by other systems in the community يعني ترى العائلة أو بتشوف خلينا نحكي تتصور العائلة أو في نوع تصور نظري للعائلة أنه هي عبارة عن مؤسسة أو عبارة عن مجموعة وهذه المجموعة أو هذا النظام بيتفاعل مع الأنظمة المختلفة في المجتمع يعني لو قلنا مثلاً الأسرة تتفاعل مع النظام الاقتصادي تتفاعل مع النظام الاجتماعي تتفاعل مع النظام البيئي تتفاعل مع النظام الأمني داخل المجتمع فهذا هو نظرية systems theory أنه الأسرة عبارة عن وحدة وهذه الوحدة تتفاعل مع الأنظمة المختلفة الموجودة في أي مجتمع من المجتمعات تتفاعل زي ما قلنا مع النظام الصحي تتفاعل مع النظام الأمني تتفاعل مع النظام القانوني تتفاعل مع الأنظمة المختلفة داخل المجتمع الآن في عندي structural functional theory structural functional theory أو اللي هي نظرية التركيب الوظيفي أو نظرية التركيبية الوظيفية بتركز على اللي هي العلاقة ما بين أفراد الأسرة بيس بتركز على العلاقة ما بين أفراد الأسرة فميلي ممبرز فنكشن ان هارموني ووركين تاور شيرد غول سوش از بروفايدد كير and services to the members يعني إذا بنا نجي نفرق ما بين systems theory ما بين structural functional theory بنقول إنه systems theory بتركز على علاقة الأسرة مع المجتمع المحيط تمام بينما structural functional theory بتركز على طبيعة العلاقات ما بين إيش ما بين أفراد الأسرة الواحدة تمام وبالنسبة لل structural functional theory هاي العلاقات الأسرية اللي خلينا نحكي العلاقات الأسرية داخل الأسرة الواحدة بتركز على اللي هو التجانس ما بين أفراد الأسرة بتركز على اللي هو العمل نحو أهداف مشتركة داخل الأسرة هاي وكذلك بتوفر العناية والرعاية والخدمات المختلفة لأفراد الأسرة زي ما قلنا قبل شوي في عندي أب في عندي أم وفي عندي أولاد الأب بيشتغل على اللي هو economic part of the family أو لو توفير خلينا نحكي المصدر الدخل أو مصدر رزق الأسرة هاي بينما الأم تشتغل على nurturing على العناية في الأسرة طبعاً هذا هو الثيوري الآن الفاميلي أسسمنت أو اللي هو تقييم العائلة إلا إحنا بمعنى إنه لما بديجي عندي عائلة أو بديجي عندي مريض كويس بهمني أعمل إشي اسمه فاميلي أسسمنت أو اللي هو التقييم العائلي فالتقييم العائلي بيعطيني overview of the family process and helps the nurses to identify family process اللي هو طبيعة العلاقات ما بين أفراد الأسرة ونوعية الأسر ألا قبل شوي قلنا في عندي نيوكلير في عندي extended family في عندي single adult family في عندي two family أو اللي هو two working members family تمام في عندي اللي هو blended family في عندي step family وهكذا تمام فبهمني أعرف طبيعة العلاقة بين أفراد الأسرة ليش؟ لأنه هذا بيساعدني على تحديد the strings يعني زي ما قلنا قبل شوي ضربنا مثال وقلنا إنه إيجا مريض عندي وهذا المريض مصاب بمثلاً التهاب الالتهابري أوي كويس أو مريض مثلاً طفل صغير عنده cystic fibrosis أو اللي هو cystic fibrosis التليف الكيسي تمام؟ تليف الكيسي اللي بيصيب الأطفال الصغار هو مرض رئوي كذلك تمام؟ مش هون الفكرة الفكرة إنه أنا بدي أحدد طبيعة العلاقة بين أفراد الأسرة بدي أشوف إذاً فيه أب وفيه أم في الأسرة هل الأسرة هاي قادرة على توفير العناية اللازمة لها الطفل هذا؟ هل عندهم المقدرة المالية إنه يشتروا له أدويته مثلاً؟ هل عندهم المقدرة المالية إنه يشتروا له تأمين صحي؟ هل عندهم المقدرة المالية أو المدنية إنهم يعتنوا فيه؟ هل الأب والأم مثلاً بيشتغلوا فما عندهم وقت يعتنوا به الطفل هذا بحاجة إنه والله يحطوه بمؤسسة معينة هاي المؤسسة تقدم له رعاية فهذا كلياته إيش بأخذه أنا من وين؟ بأخذه من الأسسمنت بأشوف النقاط القوة داخل الأسرة الواحدة بأشوف نقاط الضعف وبأشوف المصادر اللي متوفرة للأسرة طبعاً سواء كان هاته المصادر زي ما قلنا مادية أو مصادر معنوية وهذا كذلك مهم كثير بالنسبة ويمكن راح تسمعوها كثير وراح تشوفوها كثير لما تيجي تدرسوا الأمراض وخصوصاً في عندي مصطلح اسمه الأمراض الوراثية أو اللي هي الهيرداتري ديزيزز أو الأمراض المنقولة بالوراثة يعني السكري واحدة منها، الضغط واحدة منها، أمراض القلب كذلك واحدة منها في أمراض كثير تنتقل بالوراثة، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، في كثير من الأمراض أو خلينا نحكي، معظم الأمراض ممكن تكون وراثية، طبعاً هذا غير اللي هي الكوميونيكابل ديزيزز كمام؟ تمام؟ الكوميونيكابل ديزيزز زي مثلاً الكوفيد ناينتين كوفيد ناينتين مثال على واحدة من الأمراض غير الوراثية، تمام؟ بينما إننا كوميونيكابل ديزيزز، تمام؟ أو اللي هي الأمراض غير المنقولة، تمام؟ هاي تعتبر معظمها أمراض وراثية، بويس؟ فبالتالي تقييم الحالة العامة لصحة الأسر بساعدني على أن أشوف والله إيش المشكلة، مين هو الفرد أو الشخص اللي بيكون موجود داخل الأسرة، هاي الإنديفيجوال اللي ممكن يكون عرضة للإصابة بالأمراض السيسمات بيجيز باكومبليت هيلث هستري، ذي سيطلب الانفرميشن باكومبليت هيلث هستري، تمام؟ طبعاً الكومبليت هيلث هستري، اللي هو التاريخ الصحي الكامل ألا بيجي عندي المريض بسأله كويس، أول شي بنسأل اللي هو إيش الشكوى الرئيسية اللي دعت المريض ييجي على المستشفى فرضاً مريض والله عنده ألم في الصدر كويس، بسأله عن الألم بالعموم، بسأله بتفاصيل أكثر إنه والله وين الألم هذا بأي منطقة بالضبط، هل بيمتد لمنطقة أخرى؟ عفواً، هل في إجراءات معينة عملها حتى يخفف من ألمه؟ إيش الأشياء اللي بزيد من الألم؟ وهكذا، تمام؟ هذا بنسميه اللي هو الـ الآن في عندي كذلك اللي هو الهيستري في بريزنت إلنس، تمام؟ وفي عندي مكون آخر اسمه الفاميلي هستري، يعني بسأله هل في حدا من أفراد الأسرة أصيب بنفس الأعراض اللي أنت وصبت فيها؟ هل في حدا من أفراد الأسرة عنده أمراض مزمنة؟ تمام؟ كتير يمكن بتروحوا على أماكن، بتروحوا على مستشفيات، أو بتروحوا على مراكز صحية، تمام؟ بيسألك بولك مين من أفراد الأسرة عنده مرض مزمن؟ تمام؟ كويس؟ وبهمنا بشكل رئيسي اللي همه الأقرباء من الدرجة الأولى، فهذا كل هاته من ضمن إيش؟ من ضمن الفاميلي أسسمنت، إن شاء الله رح تخذوا بالتفصيل لما تأخذوا اللي هو الفيزيكال أسسمنت أو الهلث أسسمنت، طبعاً في عندي الجينو جرام، اللي هو جينو جرام بشكل مبسط، اللي هو التاريخ العائلي، أو اللي هي شجرة العائلة، طبعاً هنا المثال، كويس، بس للتوضيح مش أكثر، كويس، هذا مثال لعائلة، تمام؟ راحت على الدكتور، كويس، وهذه العائلة تعاني من الانفرتيليتي، الانفرتيليتي اللي هي عدم الخصوبة أو العقب، تمام؟ فهون هذا رسم مخطط للعائلة، يعني، إذا بتشوفوا طبعاً هاي الرموض، طبعاً لازم يكون في عندي كي حتى نقرأ الرمزة، فالمربع يدل على الميل أو الذكر، والدائرة اللي هو فيميل، كويس؟ هذا من ناحية أخرى الخط هذا معناته أنه هذا ديسيست ديسيست يعني أنه هذا الشخص دد ما هذا مثلا الأفراد اللي احنا مهتمين فيهم بنشوفهم مثلا ممكن يكونوا هذول ممكن يكونوا هذول فبدنا نشوف التاريخ العائلي للعائلة بشكل كامل هنا حاطين الكي زي ما انتم شايفين مثلا أن المربع هنا زي ما قلنا ميل عفوا هم عاكسين الدائرة ميل والمربع في ميل والشكل المعين هذا يعني احنا مش عارفين مين هم الأفراد هل هو ذكر ولا أنثى مش عارفين مين هو الشخص هذا حتى نحدد هو ذكر ولا أنثى طبعا هذا بيصير بالعائلات اللي برا احنا بالعادة بنعرف كل الناس اللي بيقربوننا على كل حال مثلا هذا طبعا هذا يعني خلينا نحكي خريطة عائلية متخصصة يعني يمكن شوي الموضوع لكن بشكل عام هذا هو الشكل العام للخريطة طبعا هاي الدراسة بتنعمل حتى نشوف والله ايش المشكلة عند العائلة اللي متعلقة زي ما قلنا قبل شوي في العقب تمام المتعلقة في العقب وزي ما قلنا أنه كل خريطة لازم يكون فيه لها ايش لازم يكون فيه لها اه كي فهذا اسمه ايش اسمه جينو جرام جينو جرام او اللي هو الفاملي تري الفاملي تري الآن النوع الثاني اللي اسمه إيكو ماب For each family members or family as a unit provides information about family individual interactions تمام ولما قلنا family interactions بنحكي عن ايش بنحكي عن systems theory with external community environment بمعنى انه هاي الخريطة كذلك هي عبارة عن خريطة ذلنا نسميها إيكو ماب بتبين لي علاقة أفراد الأسرة بالبيئة المحيطة تمام بتبين لي علاقة أفراد الأسرة بالبيئة المحيطة يعني لو كبرناها شوي منقول هاي الأسرة مكونة من فردين هذا الجزء اللي هون هذا عبارة عن جينو جرام على ذكرة ويس هذا عبارة عن جينو جرام لكن مش ديتيل جينو جرام هاي الأسرة مكونة آني الأم عمرها 55 سنة وبيل الأب مثلا عمره 59 سنة ويسوا عندهم طفلين طفل الذكر بن عمره 16 سنة وبنت عمرها 25 سنة هلا هاي بتبين لي كذلك اللي هو تفاعل إيش تفاعل الأسرة مع مؤسسات المجتمع المختلفة الكلبز النوادي المدارس الأصدقاء العمل المحكمة العائلة الممتدة الكنيسة اليمبليمت ترينيج تمام أو اللي هو التدريب الوظيفي يعني هاي البنت مثلا جل كويس مثلا عندها مشاكل فيما يتعلق في القوانين أو خلينا نحكي في عندي قضية مرفوعة عليها ممكن متشاركش بالوظيفة لكن بشكل عام هذا يعني خليني نحكي اللي هو الإيكوماب اللي هو بيبين لي علاقة أو خريطة بتبين علاقة أفراد الأسرة بإيش بمؤسسات المجتمع المختلفة كويس حس هنا المشكلة إنه الفاذر سيفيرلي دي بريست هذا الأب هنا ماله عنده اكتئاب كويس احنا عملنا فاميلي كانسلين حتى نشوف إيش المشكلة ونحول نخفف من الاكتئاب اللي بعاني منه الأب هون كذلك عائلة أخرى تمام أو إيكوماب آخر بيبين لي علاقة المجتمع حتى في عندي كي مع هذا الخط معناته إنه هذا العلاقة بوزيتف وويس هون إنه تينيوس وويس يعني إنه متقطعة هون العلاقة إنه والله استرسفل فيها نوع من التوتر والشدة النفسية وهذا الإيروز الإيروز اللي يلأسهم اللي بتمثل الإنيرجي فلو واللاين ثيكنيس اللي حدت الخط هذا أو عرض الخط بمثلي اللي هو قوة العلاقة زي ما قلنا والله علاقتهم مع الكنيسة علاقتهم مع المدرسة مع الأصدقاء مع الكانسلر يوث منتل هيلث سبيشاليست أو اللي هو المستشار النفسي الكوليج السبورتس الرياضات الكوليج السبورتس تمام فيما يتعلق في الرياضات الأخرى وكذلك الوورك العمل والريكرياشن اللي هو النشاطات اللي ممكن إحنا نعرفها ولكن أنا بشكل أساسي بهمني منكم الآن تميزوا ما بين الجينوغرام وما بين الإيكوماب قلنا إنه الجينوغرام اللي هو الخريطة العائلية اللي بتبين لي الأمراض الأمراض اللي هي إيش؟ الأمراض اللي هي رنينج ثروو ذا فاميليز أو رنينج فاميليز اللي هي الأمراض الوراثية اللي ماشية بالعيلة كويس على ممكن نشوف مثال ثاني إن دورلكم مثال ثاني أبسط من المثال هذا بحيث تشوفوه والإيكوماب كويس اللي هي الخريطة اللي بتبين علاقة أفراد الأسرة بمؤسسات المجتمع المحلي اللي بتبين علاقة أفراد الأسرة بمؤسسات المجتمع المحلي يعني لو جينا مثلا كلنا هنا نشوف إذا لقينا خريطة فيما يتعلق بهذا الموضوع تمام شوفوا هذا بشكل مبسط هاي الخريطة اوكي اوكي لم يمكن لا يمكن هذا ما إله علاقة بالأمران كلاش برضو فوت بلنا نأخذ مثال أبسط من هيك هذا زي ما أنتوا شايفين الصورة هون او هون اوكي تمام هذا أوضح الخريطة هايو أسهل رايز إنه أنا والله في عندي هذا الجد عنده هارت ديزيز عنده مشكلة بالقلب هاي الجدة كويس الجد والجدة من الطرف الآخر الجدة من الطرف الآخر عندها مرض سكري هون الأم وهون الأب والأب طبعا إله إخوان اثنين كويس براح يكونوا أنكل وأنت بالنسبة لإيش مي اللي هو هذا اللي هو اللي بنركز عليه اللي هو والسيستر اللي هون الفيميل تمام فالفكرة إنه أنا بدي أشوف خلينا نحكي مي اللي هو هون الذكر هذا أو الشخص هذا قديش احتمالية إصابته بواحد من الأمراض المزملة باللاحظ أنه والله جده كويس عنده أمراض قلب وجدته لأمه عندها مرض سكري مما يعني أنه والله فيه احتمالية عالية أنه يكون مثلا فيه عنده أمراض القلب أو الإصابة بالأمراض السكري تمام هذا مثال بسيط على اللي هو ايش على الفيميل أبسط من هذا المثال طبعا بإمكانك تطلعوا على أمثل كثير بإمكانك وترجعوا للكتاب وتشوفوا الأمثلة المتعلقة في الجينوغرام وكيف نحن نرسم هالجينوغرام طبعا قلنا لازم يكون إيش لازم يكون لها كي أو اللي هو مفتاح وإن شاء الله راح تتعلموها بشكل خلينا نحكي تفاصيل أكثر لما تأخذوا الهيلث اسسما تمام هذا هو المخصوط في الجينوغرام ألا من ضمن الأشياء اللي احنا بنعمل لها اسسما غير الأمراض المزمنة كذلك منشوف الهيلث بليبس منشوف الكميونيكيشن باترن أو اللي هي الطرق التواصل ما بين أفراد الأسرة كذلك منشوف أو اللي هي طرق التكيف ويسمع المشاكل المختلفة طرق التكيف مع خلينا نحكي متطلبات الحياة المختلفة هل في عندي فاميلي فيولنس هل في عندي عنف داخل الأسرة زي ما قلنا قبل شوي أنه الأبيوز بيأثر على النمو النفسي والنمو العاطفي والنمو العائلي لأفراد الأسرة كذلك هل بنشوف إذا في عندي ريسك فور هيلث أو اللي هو في عندي مخاطر للإصابة بأمراض معينة زي ما قلنا قبل شوي هيريدتي أو هيريدتري أو جينيتيك فاكتور هل في عندي عوامل وراثية ممكن ترفع من احتمالية إصابة أفراد الأسرة هاي بأمراض معينة زي ما قلنا سكري ضغط أو حتى مثلا بعض أحيانا يمكن ضربنا مثال وقلنا عن مرض الثلسيم أو لو فق الضم البحر المتوسط متعلق كذلك بالوراثة الجنس كويس أو هل في عندي مشاكل كويس فيما يتعلق مثلا في الجنس مقصود فيه اللي هو ذكر أو أنثى بهالم موضوح هذا طبعا ممكن يكون الإناث بأسرة عرضة للإصابة بالأمراض أكثر من الذكور مثلا يعني زي ما قلنا قبل شوي سرطان الثدي بيأثر على الإناث بشكل رئيسي تمام فإذا كان مثلا أحيانا نقول إذا كان فيه عمه أو كان فيه خاله أو كان فيه أخت مصابة بسرطان الثدي فهذا بيرفع من إصابة البنت بسرطان الثدي في عندي فرق في الإصابة الأمراض الاثنسيتي أو اللي هي العرق تمام والعرق كذلك بيأثر على الإصابة بالأمراض دائما نحن في معرض كتبنا لأن كتبنا أمريكية ندرس الفروقات ما بين الوايت أو اللي هم البيض الأمريكان البيض وما بين الأمريكان السود أو اللي هم الأفريكان المنقصول الأفريقية ففيه فروقات إن شاء الله رح تتعرضونها ورح تشوفوها في معدلات الإصابة بالأمراض المختلفة نتيجة الإثنسيتي وقبل شو يقولنا مرضي الثلسيميا بالتحديد كويس هو ميديترينيان أو خليل نسميه ميديترينيان أنيميا أو اللي هي ميديترينيان ثلسيميا أو فقر دم البحر الأبيض المتوسط بمعنى إنه هذا المرض لا يصيب إلا اللي هم السكان اللي هو البحر الأبيض المتوسط أو محيط البحر الأبيض المتوسط مثلا من ضمنها الأردن بلاد الشام بالعموم يعني الأردن سوريا فلسطين لبنان اليونان مثلا إيطاليا إسبانيا المغرب دول المغرب العربي هاي الدول اللي هي خلينا نحكي في محيط البحر الأبيض المتوسط مثلا بأمريكا على سبيل المثال أو بأفريقيا هذا المرض نادر جدا نادر جدا فبالتالي الاثنسيتي أو العرق بيرفع من احتمالية إصابة إيش الإصابة ببعض أنواع الأمراض كذلك السيسيولوجيك فاكترز بين أفراد المستمع بتأثر على الصحة العامة و النافراد داخل الأسرة الواحدة الأنماط الصحية أو اللي خلينا نحكي الأنماط السلوكية فيما يتعلق بالصحة بتأثر على الصحة العامة لأفراد الأسرة هاي وكذلك للأسرة بالعموم ألا بالأردن إذا بدنا نشوف مثلا الروز وفنكشن في الجوردن ما بتختلفش كثير عن الأسرة الموجودة نحن قلنا أنه والله طبعا سواء كان في الأردن أو أي في أي دولة من الدول العربية سواء كانت الكويت سواء كانت البحرين أو السعودية أو أي دولة من دول المحيط عنا نيوكليار فاميليز عنا إكستندت فاميليز عنا كذلك اللي هو تو ووركينج فاميليز أو اللي هو تو كارير فاميليز إنه الأب والأم بيشتغلوا وقلنا إنه أمثل كثيرة غربنا على الموضوح هذا وكيف ممكن نأثر التكوين العائلي على صحة أفراد الأسرة الجزء الثالث والأخير من هاي المحاضرة اللي هو متعلق في الكميونيتي هيلث أو اللي هو صحة المجتمع طبعا أي مجتمع من المجتمعات كويس بيشترك بمجموعة من الأشياء أو بتميزه صفات معينة تمام؟ وهذه الصفات بتأثر على طريقة تفاعل أفراد المجتمع مع بعضهم وكذلك بتأثر على طبيعة حياتهم يعني لو ضربنا قلنا إنه مثال مثلا اللي هو الطبيعة الجغرافية طبيعة الجغرافية ل الكميونيتي قلنا إنه ممكن يكون في عندي مجتمع مدني تمام؟ يعني سكان المدينة تمام؟ وقرية مثلا وبادية كلياتنا نعرف إنه الناس بيشتركوا خلينا نحكي بمنطقة معينة ساكنين فيها كويس فهم بيشتركوا بمجموعة من الصفات بيشتركوا بمجموعة من الصفات يعني خلينا نضرب مثال مثلا فيما يتعلق بالصحة أو الهيلث كير سنترز مثلا أو الهيلث ريسورس هلأ المستشفيات المتوفرة في المدن غير المستشفيات المتوفرة في القرى غير المستشفيات إذا كان في مستشفيات مثلا متوفرة بالبادية هذا من نوع هذا من ناحية من ناحية أخرى الخدمات الصحية التي تقدم للأشخاص الموجودين مثلا في البادية غير الخدمات الصحية المقدمة في القرى غير الخدمات الصحية المقدمة في المدينة يعني نحن نعرف مثلا على مستوى الأردن أنه والله المستشفيات الرئيسية المستشفيات الجامعية المستشفيات المتخصصة موجودة داخل المدن الكبرى يعني حتى على مستوى المدن الصغرى ما فيها مستشفيات متخصصة وهكذا فبالتالي هذا وجود الشخص داخل كوميونيتي معين بأثر على صحته ومن ضمن هذا اللي هو توفر الخدمات الصحية هلأ كذلك إذا برضو كمان بدنا نظن نحكي عن العامل الجغرافي يعني هلأ بعض المدن أو بعض القرى أو بعض المناطق فيها مخاطر صحية على الصحة العامة يعني مثلا عندنا بالأردن في منطقة الزرقاء كويس بتعرف الموجود عن المنطقة الهاشمية كويس المدينة اسمها الهاشمية فيها مصفات البترول كويس بصفات البترول لمحطة تكرير النفط وبالتالي الأشخاص معرضين للتلوث الناتج عن إيش عن اللي هو تكرير النفط كذلك في عندي مصانع مختلف فهذا بأثر على الصحة العام من المجتمع يعني لو فرضنا مثلا أنه في مجتمع من المجتمعات أو في بيئة من البيئات في عندي مياه ملوث كذلك هذا بأثر على صحة المجتمع بشكل عام فهي من ضمن الأشياء اللي إحنا لازم نعمل لها تقييم ولازم نهتم فيها بطريقة أو بأخرى لما منعمل تقييم لأي منطقة من المناطق أو لأي مجتمع من المجتمعات طبعا a community can also be defined as a social system يعني الcommunity مش بس عبارة عن منطقة جغرافية ولا عبارة عن مجموعة من الأفراد بيتفاعل مع بعضهم إنما هو نظام اجتماعي كويس؟ داخل النظام الاجتماعي هذا بصير فيه نوع من التفاعل أو الانترأكشن ممكن يكون formal or informal and formal networks that operate for the benefit of all people of the community بمعنى إنه بصير فيه عندي نوع من التفاعل داخل المجتمعات هاي كويس وحتى تتحقق الفائد العام لأي مجتمع من المجتمعات يعني ممكن نضرب مثال بسيط كويس إنه والله فيه عندي compound secondary أو اللي هو مجموعة سكنية معينة موجودة بمنطقة معينة من المناطق ألا ممكن ما يكونش مثلا متوفرة عندهم الخدمات الأساسية ممكن يطالبوا مثلا الحكومة أو يطالبوا الجهات المعنية أو يطالبوا الجهات البلدية مثلا إنه والله يوفر لهم خدمة المياه مثلا مياه الشرب أو يوفر لهم مثلا خدمة الطرق يعني ممكن يكون فيه عندي منطقة قروية معينة والله ما فيش عندهم مدرسة أو منطقة نائية فيش عندهم مدرسة فممكن يطالبوا بمدرسة وبالتالي أفراد المجتمع يتفاعلوا مع بعض بطريقة رسمية أو غير رسمية حتى يحققوا الفائد العام للمجتمع طبعاً الكميونيتي هلث نيرسينغ أو اللي هو العناية التمريضية بالمجتمعات فوكوسيز اون بروموتين اللي هو زي ما قلنا تعزيز الصحة بريزيرفين ذا هلث اوف ببيوليشن جوبس أو اللي المحافظة على صحة مجتمع معين طبعاً ليش زي ما قلنا قبل شوي أنه على مستوى الأردن في عنا المراكز الصحية المختلفة هاي المراكز الصحية المختلفة موجودة وين؟ في مناطق سكنة الناس يعني كل تجمع سكاني منلاحظ أنه في عندي إيش مركز صحي معين هذا المركز الصحي في خدمات طبية وفي خدمات تمريضية هاي الخدمات تقدم للمجتمعات من أجل تعزيز صحتهم ومن أجل كذلك إيش من أجل المحافظة على صحتهم بالعموم ولما ذكرنا الهيلث بروموشن ذكرنا مكونات الهيلث بروموشن يعني نضرب مثال مثلاً أنه هالمركز الصحي هذا ممكن يقدم خدمات التطعيم للأطفال أو اللقاحات للأطفال حتى يحافظ على صحة الأطفال داخل المجتمع هذا وحتى نرفع من السوية الصحية للمجتمع بالعموم الآن الدور العام أو الأدوار قبل شوية شفنا الأدوار العامة للمجتمع أي مجتمع في المجتمعات من أهدافه أو من وظائفه اللي هو الإنتاج القدس اللي هي المنتجات المختلفة والسيرفيس اللي هي الخدمات وكذلك توزيع هاي الخدمات واستهلاكها على مستوى المجتمع الواحد كذلك من الأهداف اللي هو السوشياليزيشن قبل شوية قلنا اللي هو السوشيال انتر اكشن ترانسميتينج فاليوز كويس اللي هو تمرير القيم أو تبادل القيم تبادل العلوم تبادل الثقافات تبادل المهارات داخل المجتمع الواحد يعني أحيانا إن شاء الله تطلعوا وتشوفوا أو حتى على مستوى البلد الواحد كويس ممكن نشوف مجتمعات مغلقة مثلا يعني لو قلنا ببلادنا في عندي مجتمعات قبلية في عندي عشائرية في عندي قبيلة معينة هاي القبيلة إلها مجموعة من القيم في إلها يعني مجموعة من العلوم في عندي ثقافة معينة فيما يتعلق مثلا بتربية الأبناء فيما يتعلق بالزواج فيما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية مثلا الوفاة مثلا أو العزة كويس أو مثلا بأمريكا مثلا في عندي مجتمعات مختلفة ممكن تكون أساسها دينية ممكن سمعتوا عنهم مثلا زي القامش كويس أو المورمونز تمام هاي المجتمعات إلها صفات معينة إلها خلينا نحكي حتى تعتبر مجتمعات مغلقة تمام وهذا زي ما قلنا إنه عنا ببلادنا المجتمعات القبلية منتشرة بشكل كبير كذلك السوشيال كنترول اللي هو يعني واجينا على مجتمع قبلي كويس أو قبيلة معينة كويس موجودة بمنطقة معينة مثلا يمكن بالأردن مثلا أو دول الخليج أو حتى في سوريا يعني كويس في عندي مجتمعات قبلية في عندي مثلا شيخ للقبيلة فالأردر دائما أو الترتيب دائما بيجي من وين من الشيخ كويس الشيخ هو اللي خلينا نحكي بيتحكم أو المسؤول الأول عن القرار داخل القبيل هاي فدائما في عندي رئيس ما أي مجتمع من المجتمعات كذلك حتى على مستوى مثلا المدينة في عندي كذلك نوع من التنظيم في عندي نوع من اللي هو تبادل الأراء وكذلك اللي هو القرارات المختلفة داخل المجتمعات social interparticipation اللي هي social activities to meet people needs for companionship of companionship يعني اللي هو دور كل واحد داخل المجتمع هذا وكذلك اللي هي النشاطات الاجتماعية اللي بيقوم فيها كل فرد من أفراد المجتمع حتى نحقق إيش اللي هو الهدف العام لأي مجتمع من المجتمعات كذلك اللي هو الدعم المشترم يعني زي ما قلنا قبل شوي في حالات المراض في حالات الكوارث الطبيعية في حالات الموت بنلاقي إنه المجتمع يعني هلا مثلا أي قرية أي حارة أي خليني نحكي منطقة سكنية معينة من مناطقنا والله إذا تعرض بيت من البيوت مثلا للحريق تلاقي الناس كلياتهم يجوص وساعدوا مثلا الأهل البيت هذا بإطفاء الحريق وبعدين مثلا ممكن والله وفرو لهم نوع من الدعم المادي أو ساعدوهم مثلا حتى يرجعوا مثلا يأثثوا بيتهم أو يرجعوا خلينا نحكي لحياتهم الطبيعية فيما سبق سواء كان الدعم هذا مادي أو معنوي أو نفسي ويس فهذا برضو زي ما قلنا جزء من اللي هو السبورد أو جزء من الفنكشنز أوف ذا كوميونيتي طبعا هاي الأشياء ومفاهيمها كلياتها أنتو كلياتكم عارفينها لكن المهم بالنسبة أنه فيما يتعلق بالصحة أنه إحنا نعرف إيش هي الفيزيكال انفيرمنت أو اللي هي البيئة الاجتماعية أو اللي هي البيئة الطبيعية الموجودة فيها الأشخاص هذا زي ما قلنا قبل شوي بعض المناطق قد يكون فيها تلوث الهواء بعض المناطق قد يكون فيها تلوث في مصادر المياه بعض المناطق قد يكون فيها مثلا تلوث ضوضاء أو صوت يعني هلأ المجتمع اللي عايش بالمدينة أو الناس اللي عايشين والله على أطراف الهايوي أو ساكنين جنب الهايوي الطريق السريع غير الناس مثلا اللي ساكنين بمناطق قادية والناس والله في عندهم تلوث صوتي في عندهم مشاكل معينة فبالتالي هذا بأثر على الصحة العامة هلأ نسبة التعليم داخل أي مجتمع من المجتمعات الإنجيوكيشن مهم كثير يعني مثلا لو عندك حملة للتوعية بالإصابة مثلا أو حملة للتوعية بالكوفيد 19 بدك تعمل حملة حتى توعي الناس أيهما أسهل أنك تروح والله تتعامل مع مجتمع مدني كويس خلينا نقول وتتعامل مع ناس متعلمين وذوي ثقافة عالية وذوي يعني مستوى عالي من العلم أو والله تروح على منطقة من المناطق النائية اللي معظم أهلها على سبيل المثال غير متعلمين أو ما فيها مدرسة الناس تروح تتعلم فيها فهذا بشكل وحدة من العوائق خلينا نحكي اللي ممكن تأثر بشكل سلبي على نشر الوعي الصحي أو نشر الوعي أو الثقافة الصحية داخل مجتمع معين السيفتي عن ترانسورتيشن برضو هذا شيء مهم كثير يعني لما يكون فيه عندك مريض مصاب بمرض عضال أو مرض خلينا نحكي مزمن وبحاجة لرعاية طبية وبحاجة لعناية وبحاجة لأنه كل أسبوع مثلا يجي على العيادة أو بحاجة لكل أسبوع يجي على المستشفى وما عنده وسيلة المواصلات أنه يجي هذا بأثر سلبا على صحته العامة اللي هو السياسة العامة والسياسات الحكومية فيما يتعلق بالصحة في المناطق المختلفة وقلنا أنه إحنا مثلا والله بالأردن في عندي مراكز صحية منتشرة في كل مناطق الأردن سواء كان في البادية أو القرى أو الريف لأنه السياسة العامة للحكومة الأردنية على سبيل المثال اللي هو نشر أو خلينا نحكي الهيلث برموشن أو الارتقاء أو تعزيز الصحة في كافة مناطق المملكة لخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية المتوفرة يعني بعض المناطق ممكن يكون فيها مثلا حدائق نوادي رياضية أو غيرها وبعض المناطق قد تخلو من هذه الخدمات الكميونيكيشن وسائل التواصل المختلفة ما بين أفراد المجتمع كذلك الاكوناميكس العوامل الاقتصادية داخل الأسرة أو عفوا داخل المجتمع الواحد والريكرييشن وسائل الاستجمام ووسائل الترفيه وطبعا كل هاي الأشياء إحنا درسناها وضربنا أمثلة عليها وتأثيرها على اللي هو الصحة العامة وتأثيرها على تعزيز الصحة هيك إحنا إن شاء الله بيكون أنهينا مفهوم اللي هو الـ فاللي عنده أي سؤال أو استفسار يتفضل يسأل يمكن كثير عرب